اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلابنا العزاء كيف حالكم ان شاء الله دامنا بخير درسنا هذا اليوم هو عن المنهج جديد للغة الإنجليزية لصفة سادسة الابتدائي قراءة درس كتاب الكراس النشاط وحل تمارينه يجب على التلميذ تعلم معرفة كيفية استخدام وحفظ كلمات الدرس قراءة واملاء معنى علق بتم اذا وصلك الفيديو المنشور لضمان متابعتك لنا اسم قناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك نفس الاسم انجليش وذوائل الانجليزية مع وائل اشترك الان اذا كنت من المتابعين الجدد يرجى مراجعة فيديو الدروس السابقة بقامة التشغيل الخاصة بكم اللي هي انجليزي سادس ابتدائي الجديد اول ما تدخل القناة راح تلقاها الصفحة راح ناخذها من كتاب الكراس النشاط هي 18-19 شكرا لدعمكم وتشجيعكم ودعواتكم الطيبة شاركوا الفيديو على أوسع نطاق لكي يستفدد جميع زكاة العلم نشرة والدال على الخير كفاعله نبدأ بسم الله التمرين اي اي سائ تروح الشارك الطالب يقول لك اروح على الكتاب ما الطالب ما لدك يعني اذا ب Эرجع في الفيديو السابق الي هو صفحة 20 و 21 من كتابك راح تشوف القصة ما لهاية ابنيا الي كل شوية واحد من اهلها او صديقتها يقول هتو راح صيرين بالمستقبل وكذا وظيفة أثمن صور لثمن وظائف وهي أخير شيء رادة تصير teacher معلمة write the picture number اكتب رقم الصورة الصورة اللي هناك بذلك بالكتاب الملون next to each sentence بالقرب من كل جملة كل جملة ذني 8 جمل كل جملة أكو صورة تحكي لك عن صورة فتكتب رقم الصورة بالمربع هذا الفارغ المربع ما لديك الصورة لازم المرة تقرأ وتفهم المعنى يلا تقدر تحله أنا بدون ما أحق راح أبدأ الأسم بالحل راح نبدأ أول وحدة اللي هي آخر وحدة صارت this is the town plan تقول هذه خارطة المدينة that I designed اللي أنا صممتها I would like to live أريد أنا أتمنى وأريد أن أعيش بها here with my family مع عائلتي يا صورة picture number one رقم واحد اللي هي كانت شنو داي يقولولها engineer يصير engineer مهندس البعض number two يقول لك I like painting أنا أحب التلوين والرسم I like painting pictures أحب التلوين والرسم اللوحات الصور of عن مواضيع mountains جبال rivers أنهار and trees والأشجار يعني منظر طبيعي ملاحظة انتبهن وراء like كده يجي الفعل ب-ing دير بالك تجيك بالامتحان بالقواعد اختيارات إذن السورة الثانية picture two اللي هي artist artist الفنان الرسام البعدها number three تقول لك I like baking cakes أنا أحب خبز الكيك best أفضل شي أكثر يعني طبخة أحب طبخها وأكثر عمل أحب أثوي هو صناعة الكيك I made this cake for my brother's birthday أنا صناعت عجانة هاي الكيك أو سويتها من أجل عيد ميلاد أخوية number three هي cook cook الطبخ number four يقول لك I got some bandages and put them on his hand carefully تقول أنا كان عندي بعض الضمادات bandage خليتها على الإيدة اللي كانت مجروحة بعناية فأخوها من شاف اللي أخوها المجروح قالها تيوح صارين doctor 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 طبيب doctor صارين doctor اللي هو الطبيب زين البعد هي number five تقول now I am learning to write an easy program تقول الآن أنا أتعلم كتابة برنامج سهل أو إنشاء وتصميم برنامج سهل إذن إذن إيش راح تصير IT programmer هي number five إنت بس تكتب الرقم أنا بس حتى ذكرك إنت بس تكتب الرقم بالمربع ما تكتب حل هواية بس إلك للذكر إذا تكتب ها بخط نعم خفيف عم تذكر شنية الوظيفة حتى شارك بها بليومي فهي IT programmer بس تكتب number five المطلوب من عندك هذي زايدة IT programmer مبرمج ما الحاسبات ما التكنولوجيا المعلومات صديقتها قلت لها number six my parents والدايا gave me a science set طقم خاص بالتجهيزات ومواد علمية العلوم for my birthday بمناسبة عيد ميلادي جابوا هدية عيد ميلادي هي أشياء تخص الدرس العلوم لي اش لأنهم يعتقدون ويتمنون ها صير pharmacist pharmacist يعني صيدلانية الوراها يقول my grandmother جدتي sometimes has بعض الأحيان يتكون تواجه وتمترك شنو has bad headaches يصير عدها صداع مزعج فمنتج هي تساعدها وتعالج وتشوف وتهتم بها ببيتها قالتها حصرين nurse nurse number seven nurse ممرضة الأخيرة هو كتاب حالها I always help my aunt and uncle with their three young children يقول دائما أساعد خالي وخالتي ويا أطفالهم لثلاثة الصغار يعني شا تساعدهم تساعدهم بالدروس فتريد تصير teacher تعلمهم تشوفون هم الواجب شقراهم مقراهم هي number eight اللي هي teacher هي تريد تصير teacher children طبعا من كلمات الشاذة ما ينضاف لها S بتجمع تصير هي child نحط لها children من كلمات الشاذة الباقي كلمات نحط لها S بسهولة انتبهتوا انه ورا الفعل بالمضارع البسيط ورا ال I وال we وال you وال they دا نحط الفعل مجرد بينما ورا ال he وال she وال it والاسم المفرد دا نحط الفعل الس الشخص الثالث ورا like ورا am الفعل bing هاي زمان مضارع مستمر وهكذا نجع التمرين بالصفحة البعدها يقول my new words كلماتي الجديدة اللي نيو عكسها old خليها ببالك exercise b what are the new words you know ما هي الكلمات الجديدة اللي تتعرف هاته write six new words اكتب ست كلمات جديدة here هنا and remember them وتذكرهم الكلمات الجديدة ستة اتا شنو بالبالك تريد تكتب كيفك جديدة بالنسبة لك انا راح اكتب ذني بلدة اللي هو البناء عام البناء driver اللي هو السائق programmer اللي هو المبرمج housewife اللي هي رابة المنزل nurse ممرضة و engineer اللي هو المهندس انت هالتمرين سهل هذا التمرين كلش حلو راح تجي الكلمات تلقاهن اكو افقية خاطة لمخفية واكو عمودية لتلقاهن جرع عليها خاط وقراها يقولك find the job words اوجد كلمات الوظائف there are eight words يوجد ثمان كلمات ثمانية وحدة هو حالها بس محسوبة يعني هنا تسعة حال وحدة واكو بعد ثوانية خاط ثلاث اول وحدة اللي هو مطه مثال ويت شوف جال خط من اول حروف الاخر حروف ويت خلصت اللي هي النادل راح بدي اعنو اياك teacher اللي هو المعلم teacher المعلم البعدها nurse الممرضة nurse البعدها engineer 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 المهندس builder builder اللي هو العامل المال بناء البناء التجار خطو بس للحروف اللي تكمل كلمة لا تروح على زيادة بعد هسا هاي بصيرة بالنص لا تاخذ ذنية الب البداية ولا تاخذ الب النهاية بس هي ذنية بالنص كافي هي تحت ما تتكون الكلمة الصحيحة لا تاخذ ازيد ولا اقل doctor doctor الطبيب او تقراها doctor doctor والبعدها programmer programmer هنا الطبيب قلنا وهنا المبرمج housewife housewife اللي هي ربة المنزل واخر وحدة teacher خاليها عمودية ومقلوبة teacher بالعكس صايرة التمرين البعدة وهو الاخير اعتبر عني مهم يجيك احتمال بسؤال مفردات اما اختيارات بين الاقواس او اسقاطات اسقاطات يعني كلمات التي كان هنا جو منطق السؤال فتست كلمات تنزل كل وحدة بفراغ بفراغ واحد ما تتكرر منها ان شاء الله نزلكم نموذج اسئلة فهمكم اكثر اكثر دي والاخير read the puzzles اقرأ الحزورات الاحجيات الالغاز do you know the answers هل تعرف الاجوبة number one يقول لك هو طبعا ان هو نسأل بها عن الشخص العاقل who carries food and drink on a tray من الذي يحمل الطعام والشراب على الصينية ويقدم الطعام من هو اكيد الويتا النادل who works in a hospital sorry who works in a school who works in a school من هو يعمل بالمدرسة اكيد teacher teacher where does build a work اين يعمل العامل البناء where نسأل بها عن المكان لازم تذكر بالجواب حرف جر واسم مكان فنحنقول on a building site on a building site who drives من الذي يقود ويسوق لتركتر الجرار الزراعي اكيد هو الفارما المزارع الفلاح which job wears a hard hat داي خيرك والويتش اداة سؤال للتخير بين مجموعة اشياء فالجوب ستصالت علامة هواية احنا عدنا عشرة مهمات وبعد هواية كوستن نذكر بالفيديو السابق فيقولك يا وظيف النظاف يرتدي صاحبها يلبس hard يعني قبعة صلبة وسميكة وقوية وتحافظ على رأسه من هو المهندس الاخيرة من اللي يعمل بالمنزل اكيد اللي هي ربت المنزل اخير شي بسر دايو ذاكركم بي انو حطيت ال انتبهنا عليها اللون هزرق ويا الكلوات تبدي بحرف صحيح صوت صحيح اللون بالاسود وحطيت ان اللي كلمة تبدي بحرف صوت علة والأون ويا البيلدينج سايت ويا الفام ويا الرودز الانوية البقية والآت ويا الهوم والسكول نسأل الله القبول نسألكم دعاء ان شاء الله استفاديت وتحياتي لكم شاركوا الفيديو الفائدة لكي يستفيد جميع مع السلام